أشهد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بمواقف الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الداعم لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وأثمنت جبهة البوليساريو في بيانين تواجه اجتماع مكتبها بقيادة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي مستوى العلاقات الثنائية التي تربط البلدين كما سجل الاجتماع أهمية الزيار التي أجرها رئيس المجلس الصحراوي إلى الجزائر وما ميزها من أنشطة ولقاءات على أعلى المستويات بما فيها لقاء رئيسي ورفتي البرلمان الجزائري والوزير الأول ووزير الخارجية ووزراء قطاعات أساسية